أزدل الستار أخيراً على المشاورات اليمنية التي احتضنتها ريمبو السويدية على مدى سبعة أيام الطموح والتفاؤل هما العنوان الأبرز لما جرى بالمشاورة يمكن تلخيص نتائج الجلسة الختامية لمشاورات ستوكهون في الاتفاق على وقف تدريجي لإطلاق النار في الحديدة والاتفاق على ملف تبادل مرحلي للأسرى والمختطفين والمعتقلين وتم تحديد يوم التاسع عشر من ديسمبر الجاري بداية لإطلاق الدفعة الأولى عبر مطاري صنعاء وسيئون بإشراف مباشر من الصليب الأحمر وهي نقاط عرج عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريتش في كلمته خلال الجلسة الختامية أما بشأن تعز فقد اقتضل اتفاق بشأنها إتاحة تسيير المساعدات إليها عبر ثلاثة منافذ وبينما تقول الأمم المتحدة أن الاجتماع التفاوضي القادم سينعقد نهاية يناير المقبل في الكويت إلا أن رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية خالد اليماني قال إن الحكومة لن تذهب إلى أي مشاورات قادمة ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه في السويد وحمل الطرف الانقلابي مسؤولية عدم إحراز أي اتفاق في الملف الاقتصادي بعيدا عن لغة الدبلوماسية فإن ما تم لن يعد أكونه اتفاقات افتراضية مبنية على حسن نوايا لأن ما على الأرض يتناقض تماما مع ما تقوله التصريحات الاستعراضية حصار تعز مستمر والاختطافات متواصلة صواريخ الحوثيين وقذائفهم لا تزال تتساقط على رؤوس المدنيين ميناء الحديدة سيبقى تحت سيطرة الانقلابيين وليس هناك من ضمان حقيقي لإيصال الموارد فعلا إلى البنك المركزي في عدن أول مخرجات هذه المشاورات التي حظيت برعاية أممية عالية ستكون خطوة إطلاق المختطفين والأسرى والمعتقلين وهي التي ستحدد ما بعدها وسترسم أول معالم خطوات بناء الثقة للذهاب إلى مشاورات الكويت